إحنا موجودين في معبد الكرنك في الأقصر لمتابعة جولة السادة الوزراء الموجودين هنا وزراء الصحة والسياحة والآثار والطيران المدني بعد ما أعلن أنه هناك عدد محدود من الحالات على إحدى المراكب إنيلية وتم التعامل معها طبعا بشكل واضح بشكل شفاف من قبل الدولة ومن قبل طبعا الوزرات المعنية وبالتأكيد على رأسها وزارة الصحة طيب إحنا مع السيدة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد خلينا نطمن الناس يعني أو نفهم حتى على الأقل الناس اللي عندها تساؤلات كثيرة يا سادة الوزيرة أقول لحيدك بصراح فيه ناس ألآنا من موضوع الكورونا مش بكلم على مصر بالمناسبة أنا بكلم عالميا هل المفروض الناس تكون ألآنا ولا المفروض بس الناس تكون فهمة تتعامل إزاي يعني اشرحلنا أكتر فيه داعي للألأ؟ هو طبعا ده حدث عالمي مش مخصوص بمصر خالص واحنا من أول الدول اللي عندها نظام تقصي فحتى المكان اللي احنا اكتشفنا فيه الحالات الحاملة للفيروس وما عندهاش أعراض ده كان من إجراء احترازي منه بمتابعة مش نتيجة إن فيه حد عنده مشكلة لكن خلينا أقول ده قال أعلامي أو حدث عالمي صح إن احنا ناخد بالنا ما نعودش في تجمعات في مكان مغلق نهتم بغسل الأيد بشكل مباشر وكتير وكتير التغذية اللي وجود في الأماكن المفتوحة المشمسة اللي فيها تهوية لكن حد من وارد إن حد يبعنده ارتفاع في درجة الحرارة ومصاحب له أعراض كحة أو أعراض تنفسية مباشرة يروح يطلب الاستشارة التبية في أي مستشفى تبع الوزارة الصحة احنا بنأكد إذا كان عنده الأعراض ديت بناخد مسحة تلع من أكتر من 2500 مسحة تلع الحالات اللي احنا تقصينا عنها دي لهم عددهم كامل وطلع بالفعل عنهم مارح بالليل كان 48 و 46 منهم أول حالة وال45 بالتقصي يعني ده نظام تقصي واثنين بس واحد مصري جاي من بره واحد كندي جاي من بره برضه لكن ده من نظام التقصي اللي محدش كان عنده مشكلة بس إحنا اللي رحنا لغاية عنده ندور يعني حد عنده ارتفاع في درجة الحرارة أو وأعراض تنفسية معها بناخد مسحة تلع سلبي بنطمنه تلع إيجابي وحامل أو إيجابي وعنده أعراض زي كده بناخد معاه الإجراء الطبي اللي وصت به منظمة الصحة العالمية اللي هو الإجراء الطبي إنه هو يروح للعزل يروح للعزلة 14 يوم بمتابعة ونعالج الأعراض خفض الحرارة مضادات حيوية متابعة لغاية ما يبقى سلبي ويروح وده اللي حصل معه يعني الحالات اللي عندنا بدأت فيه عندنا 11 سلبي دلوقتي من الخمسة واربعين دول في مكان عزل مش في المستشفى مكان عزل حجر صحي وبانتباحهم بعد 14 يوم بيروحوا الحالة الأولانية برضو كان سلبي بعد 48 ساعة قعد بقيت اللي 14 يوم وروح بس يعني كل العالم بيعمل كده وإحنا ما فيش ده إنه إحنا نبالغ في يعني في الخوف دي 85% من الحالات اللي في العالم ما بتحتاجش مستشفى 85% ما بيحتاجوا مستشفى ده كلام من نظمة صحة العالمية وده اللي إحنا شفناه يعني إحنا عندنا 46 من 48 حامل من غير أعراض يعني إحنا في مصر 48 لغاية بالليل مبارح 46 منهم حامل بدون أعراض والحامل بدون أعراض معلش ده يعني بيعزل لازم برضو فيه مستشفى تابعة لحضراتكم ولا ممكن يعزل فيه منزله في بعض الدول بتعمل أعزل ذاتي بس إحنا بنقول طالما إيجابي حتى بدون أعراض خليه تحت ملاحظاتنا إحنا لكن اللي خلطوه يصح إنهم يعني 14 يوم بتحت الملاحظة في بيتهم ولو فيه أي حاجة يقول لنا طيب خلينا نقول للناس الأعراض لأن أنا صواري مبارح بس وإحنا بنحضر إن إحنا نيجي لقيت حد بيسألني اسألنا وزيرة الصحة يعني هو الأعراض لازم تكون حاجة ليها علاقة بالتنفس ولا ممكن دور رشح يعني أشك أو أفكر وروح أحل علينا نكون أكثر حاضراً ارتفاع في درجة الحرارة مع أعراض برد وكحة أو أعراض تنفسية نروح على طول نكشف يعني مش شرط يكون كحة ممكن حتى رشح يعني يكشف برضو آه آه يروح ناخد إجراءات احترازية أكتر يكشف فين يا سبت الوزير أو يروح مستشفة طبعاً لوزارة الصحة لو يفضل مستشفة الحميات اللي في المحافظة بناخد عينة بنبعتها المعامل المركزية سواء كانت اللي في الإقليم اللي في المحافظة دي أو المعامل المركزي في القاهرة لو ثبت إيجابيته بنعزله وبعدين نعمل تقصي على المخلطين ومخلطين المخلطين فنعدم التقصي بيبقى إيجابي جداً بقول للناس المخلطة لحالات إيجابية التقصي إن إحنا بنتأكد من اللي خلطه بس يمكن هو ما قلناش إنه خلط فلان وفلان لكن لو فلان وفلان ده عارف إنه خلطه بشكل مباشر يقول لنا هل ثبت أي ولا لإنه مستجد من قدرش نقول هل ثبت في أي أبحاث أو حاجة إنه اللي يجيله مرة ممكن ما يجيلهش تاني ولا دي حاجات لسه من قدرش نعلم الأبحاث ما عملتش العلاج الأبحاث اللي هي خاصة بالعلاج أو بوصف الفيروس والكريتيريا بتاعته إنه مستجد إنه مستجد في ديسمبر 2019 طب معلش سادت الوزيرة حياتك لسه رجعة من الصين والحقيقة يعني أنا شخصياً أحب إن أنا حييك إن أنت روحتي لأنه ده وقت إذا كانت الناس قلقانة وخايفة إن هي طلقت الفيروس وهي قاعدة في بيوتها فحياتك روحتي لعقر داره وروحتي لصين ودي حاجة أنا الحقيقة يعني بحيي حضرتك عليها بشكل شخصي وعارفين طبعاً ده مهمة حيات الجندي في النهاية يعني في أرض المعركة ودي مسؤولية وبالتالي قمتي بوجبك وبدورك احكي لي عن إيه اللي نقدر نقول استفدناه من هذه الزيارة إيه اللي رجعتي تقدري تقولي إنه لأ كويس إن إحنا روحنا لإنه كسبنا كذا أو استفدنا كذا الحاجة اللي تلاعت بها إيجابية جداً على المستوى الصحة هي إن الالتزام هو أهم أداة للوقاية والتحكم في أي أمراض معدية الالتزام يعني إيه يعني لما نقول ما نخلطش ما نعودش في أماكن مغلقة كتير تجمعات ما نعودش لما نقول هم ملتزمين بالحدد التزام أنت بتتكلم على شعب مليار وربعمائة مليون مليار وربعمائة مليون يعني قدينا 14 مرة إزاي قدروا يتحكموا في النوات ده من الفيروسات بسلاح الالتزام فإحنا بنقول يا جماعة الموضوع بسيط أه بس بسطته بتكون أكتر وحداته بتكون أقل بالالتزام بلاش العادات إن إحنا نسلم على بعض بشكل يعني كتير بلاش القبولات بقى والأحضان واللمس كتير آه ده كل العالم بيعمل كده دلوقتي دي حاجة وقائية لنا كلنا نخسل إيدينا كتير كتير قبل ما نحطها على الفم أو الأنف أو العين هل معلش هل كافي المناديل المبللة هل هي الحاجات المعقمة ولا لازم صابون المية المية اخسل ديكو بالمية مية وصابون أحسن لكن حتى المية البسيطة دي الغسل اللي لقيت كويس وعدم ملامسة الفم أو الأنف أو العين بعد ملامسة أي حد غير لما نكون نخسلها أو نطهرها بس مشايزين أكتر من كده مين اللي ممكن نقول إنه الفيروس ده بيبقى خطر عليه برضو علشان الناس اللي قلقانة وخايفة هل هو خطر على أي حد بيجيله بالمعدلات الإصابة والخطورة دلوقتي اللي ريكوردت في العالم كله كبار السن والناس اللي عندها أمراض مزمنة بتقلل من مناعتها زي السكر زي لقدر الله الأورام أو المشاكل الصحية المزمنة الفشل كلوي دول أكتر عرضة لمضاعفات المرض دول من الخمستاشر في المية اللي فضلين يعني خمسة وثمانين في المية مالد كيسز ما بتحتاجش حتى مستشفى في العالم لكن خمستاشر في المية بيحتاج مستشفى اتنين ونص لتاتة في المية بيخش في تطورات صعبة وده زي زي الإنفلونزة الموسمية التقيلة اللي بتيجي للناس في السن ده دور برد شديد دور برد شديد لما بيصيب الناس الكبار السن أو اللي عندهم مناعة بيخش في التهاب رئي ده عادي ده ده اللي بيحصل غالبا يعني هو نفس الفيروس ده بيعمل كده فانا بقول كبار السن يهضوا في أماكن مشمسة في أماكن متهوية يكلوا كويس يتابعوا صحتهم كويس ياخدوا العلاج كويس بتاعهم وما يتعرضوش لأماكن مغلقة وما فيش ده للقبلات وتلامس الناس كتير وده إن شاء الله بتعدي يعني إن شاء الله قبل ما سيب حضرتك ساتة الوزيرة هل يعني إحنا عاملين حسابنا إنه لو زادت الأعداد برضو بشكل أكبر من كده هل هو هيبقى مستشفى عزل واحد أو حجر صحي واحد ولا هيبقى عندنا خطة يبقى متوزع كمان على أنحاء الجمهورية بحيث أن توقعش المسافات بعيدة قوي كمان لأ إحنا عندنا في 27 محافظة 27 مستشفى الاستراتيجية بتاعتنا إنه إحنا مش هنملي كل المستشفيات حسب الشكل الجغرافي لأ إحنا بنملي مستشفى مستشفى لما تنتهي الأماكن هنا نشوف مكان لأ حناخد المستشفى المستعدة اللي بعدها كل المستشفى مستعدة بس إحنا مش هنفرق الحالات في كل مصر لأن الحالات دي في قطقم طبية مخلطة وعمالة ونظافة وأمنة وصحيح بنديهم كل الحماية بس برضو هيصين نقلل يعني فرصة العدوى ليهم والغيرهم فإحنا بنملي لقدر الله هتبقى مستشفى بعدها مستشفى هل إحنا عندنا المعدات كلها اللي بتقدر تكشف لما رجعت كمان من صين أنا كنا قرينا نحياتك برضو جبتي معاكي وطبعنا معاكي إننا جبتي معدات كواشف اللي إحنا خدناها من صين هدية هي كواشف عندنا منها وإحنا جبنا 250 ألف كاشف اشتريناهم وبدأ التضفق للكواشف يعني عندنا النهاردة التضفق ل250 جاري الجديد كمان إن ابتداء من يوم الثلاث هنجيب الكاشف السريع للمطارات وده بيبين نتيجة خلال 30 دقيقة وده للمطارات للطائرات اللي جاي من أماكن فيها إصابات عالية فإحنا بنعمل اللي بيحصل في العالم أعلى تكنولوجيا أو أعلى حاجة ممكن نستخدمها وده ما إحنا بنستخدمها على طول آخر حاجة معلش ستة الوزيرة هل التعامل بالنسبة للحجر الصحي في المطارات والمواني بيختلف بالنسبة للوافدين اللي جايين من دول العالم عن الدول اللي فيها عدد كبير من الإصابات اللي نقدر نقول إن أصبح هناك وباء بيختلف التعامل بالنسبة للحجر أيوة يعني اللي جاء الطائرة اللي بتيجي دايركت من الصين بنعمل لها كلها تحليل قبل ما يغادروا المطار مش بس حرارة زي ما عملونا وإحنا داخلين اللقص حرارة بناخد من الجايين وطقم الطائرة بناخد مساحات وبنعمل التحليل الصين فقط ولا في مثلا إيطاليا فيها عدد كبير إيران كل ما بتيجي بقى بدأت الإصابات تتزايد في بعض الأماكن فبدأنا نستجيب بالطريقة دي طب والباقي بنقيس درجة الحرارة في الدول اللي فيها إصابات متوسطة أو منخفضة وباقي الدول العالم اللي ما فيهاش حاجة برضو بنتابع وفيه كارت الصحة العامة عدلنا فيه الكارت الأساسي بتاعنا بحيث حطينا حاجات خاصة بالكورونا بيملاها المسافر القادم في الطيارة وده علشان يسهل التتابعة بتاعها أنا بشكرك جدا سات الوزيرة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وطبعا احنا مكملين الجولة مع حياتك لسه اليوم طويل ان شاء الله بس بشكرك وربنا يوفقك شكرا 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 لحضرتك يا فانم شكرا لكي طبعا زي ما حضراتكم تبعت وإحنا موجودين في هذه الجولة في الأقصر مع وزراء الصحة والسكان دكتورة هالة زايد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار وأيضا وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنيني بدأت الجولة الأول بطبعا الوصول وصلنا مبكر جدا صباح اليوم وصلنا لمطار الأقصر وكان فيه فعلا الفرق الطبية الموجودة هناك ويعني آسوا حرارة كل اللي كانوا داخلين كلنا بما فينا السادة الوزراء والمسافرين معهم والقادمين والإعلام والكل الحقيقة حتى السياح اللي نشفتهم داخلين تم نفس التعامل معهم بعد كده ذهبنا أو يعني انتقلت الجولة إلى معبد الكارنك وشفنا السياح اللي موجودين هنا وكان فيه جولة الحقيقة فيه عدد كبير يعني فعلا من السياح موجود والسادة الوزراء تجولوا بأنفسهم وتكلموا مع الناس وتكلموا وطمأنوا الناس وكلموهم وطمنوهم أنه كل الإجراءات بتتخذ وأنه تم التعامل بشكل مهني وبشكل صحيح وبشكل يتفق مع طبعا يعني الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يخص المركب النيلي اللي تم الكشف عن عدد محدود من الحالات عليه لسه اليوم مستمر ولسه فيه أيضا لقاءات مع هيبقى فيه زيارات لمنشآت سياحية هيبقى فيه أيضا لقاءات مع القائمين على السياحة هنا في الأكتر خليكم معنا على شاشة أكسترا نيوز وهنكون معاكم لمتابعة باقي اليوم وباقي تفاصيل هذه الجولة وما يدور فيها خليكم معنا